يبدو أن الأجواء الانتخابية المشحونة بالتهديدات والشعارات أعادت مرحلة الانفلات الأمني الذي عرفته بغداد لسنوات خلت فمن عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال إلى اقتحام منزل طبيب مسيحي في منطقة المشتل شرق العاصمة بغداد من قبل مجموعة مسلحة مجهولة وقتله وقتل عائلته المكونة من والدته وزوجته طعنا بسكاكين وسرقة أموالا ومجموعة من المقتنيات الموجودة في منزل العائلة المغدورة رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قال أن الجريمة الأخيرة التي طالت إحدى العوائل المسيحية في بغداد لا تقل خطرا وتهديدا عن المحاولات السابقة حتى وإن كان بدافع السرقة أو أي دوافع أخرى مطالبا الأجهزة الأمنية في عموم العراق إلى تحمل مسؤولياتها في حماية جميع المواطنين من جانبها دعت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان حكومة العباد إلى حماية المكونات والطوائف غير المسلمة وذلك بعد قيام عناصر مسلحة بقتل وسرقة عدد من المسيحيين من ضمنهم أطباء وسط العاصمة بغداد الجمعية اتهمت فصائل مسلحة بتنفيذ أجندات تخدم أحزابا كبيرة لتحقيق مكاسب السياسية وانتخابية على حساب مكونات عراقية وأوضحت أن الإرهاب أدى لتهجير الكثيرين من العراق خلال 15 عاما فقد أشارت إحصائيات كثيرة إلى أن العراق فقد بين عام 2003 وحتى العام الحالي نحو 81% من المكون المسيحي وأربعة بالمئة من أبناء المكون الصابي المندائي بينما فقدت البلادنا الإيزيديين نحو 18% ما يعد مؤشرا خطيرا لإفراغ العراق من مكوناته المتواجدة على أرضه منذ الأزل مراقبون أكدوا أن مهاجمة بيوت لطوائف دينية عراقية مختلفة في بغداد ما هي إلا أجندات لأحزاب كبيرة لتهجير الأقليات العراقية والمذهبية في البلاد لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية